في تصعيد جديد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية استهدفت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم مركبة في منطقة أبو الأسود في الزهراني جنوب لبنان في حين لم يعلق الجيش الإسرائيلي على ذلك أفاد مراسل الحدث بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت عنصرة من حزب الله يدعى أبو علي من سكان بلدة عدلون يذكر أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران الإسرائيلي هذه المنطقة الواقعة ضمن قضاء صيدة وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاء أدرعي أنه تم قصف عدة أهداف لحزب الله خلال الليلة الماضية وصباح اليوم من بينها مبنى عسكري في بلدة يارون جنوب لبنان أضاف أدرعي أنه تم تفعيل صفرات الإنذار في وقت سابق من اليوم بسبب إطلاق قضائف صاروخية في منطقة مطلة في المنطقة المطلة والحدودية واتضح بأن ذلك في منطقة مطلة بأن ذلك كان عن طريق الخطأ وعند ساعات الصباح الأولى أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بمقتل شخص لم تحدد جنسيته باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في منطقة أبو الأسود بمدينة صيدة من جنوب لبنان معنا مراسلة الحدث ناهد يوسف ناهد أهلا بك معنا نبدأ معك إذا ما تكشفت أي معلومات جديدة حول الشخص المستهدى في هذه السيارة نعم ضحى يعني من هو هذا الاستهداف يأتي في سلسلة الاستهدافات والاغتيالات التي تقوم بها إسرائيل منذ أشهر في لبنان إن كان لقيادات من حزب الله أو من حركة حماس بحسب مصادر الحدث فإن المستهدف في هذه الغارة يدعى حسين عزقول وهو قيادي في حزب الله هو مسؤول في الوحدة الصاروخية في حزب الله بحسب مصادر الحدث التي أكدت وجوده وحده في هذه السيارة من نوع يونداي التي تم إطلاق صاروخ واحد عليها على طريق أبو الأسود يتدعى أبو الأسود هي على أوتوستراد دولية في منطقة يربط بين الزهراني ومدينة صيدة على تلك المنطقة هي المرة الأولى التي تستهدف والتي أدت إلى مقتل حسين عزقول كما قلنا وهو مسؤول في الوحدة الصاروخية في حزب الله بحسب مصادر الحدث غير ذلك هناك هدوء على الجبهة الجنوبية ضحى كان هناك قصف مدفعي صباحا على عدد من البلدات الحدودية ولكن غير ذلك يمكن القول بأن الهدوء الحذر يخيم على المنطقة التحليق للطيران الحربي والاستطلاع بين الحين والآخر ليس بشكل متواصل إنما متقطع ولكن على عكس الليلة السابقة التي كانت مليئة بسلسلة من الغارات التي استهدفت عدة بلدات حدودية اليوم غير تلك الغارة التي استهدفت نحن نعرض الآن ناهد صورة الشخص المستهدفة في هذه الغارة التي قام بها مسيرة إسرائيلية على سيرته إذن هذا هو القيادة في حزب الله الذي قتل في هذا الاستهداف الإسرائيلي الأخير معلومات أوفى حول هذه الشخصية وأيضا حول هذه المنطقة التي استهدفت لأول مرة ربما هي منطقة هي طريق دولية ضحى تربط بين صيدة والمناطق الجنوبية كان هناك منذ حوالي أشهرين استهداف في منطقة الزهراني قريبة من هذا الموقع لكن يومها كان استهداف لعدد من المستودعات في تلك المنطقة كانت إسرائيل يومها قالت بأنها تابعة لحزب الله إنما أصحابها كانوا أكدوا بأنهم يملكون مولدات كهربائية في تلك المستودعات على منطقة الزهراني اليوم هذا موقع الاستهداف هذا قريب نوعا ما من تلك المنطقة ولكنه كان استهدافا لهذه الشخصية كل المعلومات المتوفرة حتى ساعة عن هذه الشخصية هي أنه مسؤول في الوحدة الصاروخية بحسب مصادر الحدث طبعا حزب الله عادة لا يتحدث عن تفاصيل مهمات أو أدوار من يتم استهدافهم هو فقط يقوم بالنعي الرسمي بإصدار بيانات نعي بعد أن يتم الإعلان عن وفاتهم ولكن حتى الساعة حزب الله لم يتحدث عنه لم يصدر أي معلومات حول هوية المستهدف في تلك الغارة ولكن طبعا هذه المعلومات جاءت بحسب مصادر الحدث نعم المعلومات أيضا ناهد كانت تحدثت عن أن هذا الاستهداف اليوم جاء ردا على قصف شمال إسرائيل بالصواريق قبل يومين هذا يأخذنا للتوتر على الحدود الجنوبية للبنان وكيف هي الأوضاع الآن نعم يعني ليل أمس حتى ليس فقط قبل يومين هذا قصف الصواريخ من جنوب لبنان لم تتوقف منذ أيام يعني هناك بين إسرائيل والتي جاءت بحسب بيان حزب الله أنها ردا على الاستهدافات الأخيرة التي طالت يوم أمس عدة بلدات جنوبية بالإضافة إلى بلدة صريفة أيضا وهي ليست بلدة حدودية والتي أيضا تم استهداف منزل لمسؤول في حزب الله فيها في تلك البلدة وجاءت عملية أو إطلاق صواريخ الكاتيوش على قاعدة عين زي تيم هي ردا على تلك العملية بالإضافة إلى استهدافات أخرى في جنوب لبنان لذلك هذه العمليات متواصلة منذ أيام ولم تتوقف يعني كنا بين الحين والآخر نشهد هدوءا ربما ليوم أو يومين وبعدها تعود الجبهة يعود التصعيد إلى الجبهة في هذه الأثناء الآن ضحى بعد عملية الاغتيال التي حصلت صباحا على هذا القياد في حزب الله في السيارة الآن عاد الهدوء الحذر إلى المنطقة إلى كامل المنطقة الحدودية الجنوبية طبعا يخرق هذا الهدوء في تحليق للطيران الاستطلاعي والحربي بين الحين والآخر وليس بشكل متواصل شكرا جزيلا على هذه المعلومات والتفاصيل ناهد يوسف مرسلة الحدث كنت معنا من جنوب لبنان من بيروت معنا الدكتور رئيف خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية أهلا بك معنا على شاشة الحدث استهداف إسرائيلي جديد وبدقة عالية أيضا نتحدث عن شخص يستهدف داخل سيارة وحدث من قبل استهداف أيضا أشخاص بعينهم داخل شقة معينة داخل بناية ولا يستهدف أي أحد أو يموت أي أحد في محيط تلك المنطقة كيف لإسرائيل حتى الآن هذه القدرة على تسديد ضربات غاية في الضقة ولحزب الله عدم القدرة حتى الآن في سد هذا الخرق داخل صفوفه هناك فارق قبير ما بين قدرات حزب الله وتكنولوجيا إسرائيل إسرائيل تمتلك وسائل تكنولوجية حديثة متطورة تشكل فارقا شاسعا بينها وبين قدرات حزب الله هذا صحيح دكتور إيف لكن اسمح لي أنا لا أسأل عن القدرات التسليحية بالتأكيد إسرائيل لديها قدرات أعلى بكثير ولكن أتحدث عن المعلومات نعم وصل وصل الحديث إسرائيل إضافة لتفوقها التكنولوجي واستعمالها لطائرات الأواكس والمسيارات واستعمالها لأجهزة تنصت الأرضية وربط شبكة الأنترنت الأرضية بوسائلها في الأحياء اللبنانية وداخل منازل حزب الله هناك كل من لديه جهاز أنترنت أو جهاز واي فاي داخل منزله هناك وسيلة للتنصت عليه أو لمراقبته وأيضا الكاميرات الموجودة في الشوارع إضافة للخروقات البشرية صحيح أن هناك تفوق تكنولوجي إنما أيضا تفوق بالخرق لم يستطع حزب الله حتى اليوم أو إيران حتى من قتل أو اغتيال أي مسؤول أمن إسرائيلي بينما إسرائيل بواسط خروقاتها الأمنية وخروقاتها لأجسام الحشد الشعبي في العراق والحرس الثوري في سوريا وحزب الله في لبنان استطاعت أن تنال من القيادات التي نالت منها وبالتالي هناك صحيح عامل تكنولوجي إنما أيضا مرافق بعامل بشري وبخروقات بشرية ومتعددة عبر عدة وسائل لبل أن الموساد الإسرائيلي يعمل في لبنان والشباك يعملان في لبنان بحرية واسعة كما في سوريا وكما في العراق وليس من فترة طويلة قد تم اغتيال صيرفي بعد التحقيق معه في لبنان في بلدة بيت مري وتم استجوابه لأنه يوصل الأموال إلى حماس في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وبالتالي أن المدخل للمحاربة للمحاربة الاقتصادية لحماس في قطاع غزة أو في الضفة الغربية يبدأ من لبنان لأن أموال إيران تصل إلى بيروت ومن بيروت تضخ بوسيلة أو بأخرى وعبر التحويلات والنظام المصرفي المفتوح إلى داخل إسرائيل وبالتالي هناك ترابط دكتور رئيف اسمح لي حينما ننظر للوضع على الحدود الجنوبية للبنان هذه الحدود بين إسرائيل ولبنان ما الذي يحرك الأمور فيها يعني تهدأ لعدة أيام ثم يكون هناك قصف مكثف إسرائيلي ورد من قبل حزب الله واستهدفات غاية في الدقة ما الذي يحرك الأمور نحو الهدوء وما الذي يحركها نحو تكثيف الضربات وتحقيق وتسديد ضربات بعينها حاجة إيران إلى الضغط على أمريكا للمفاوضات التي تجري من وراء الستار سواء في مسقط أو في سويسرا أو في أي مكان آخر حول العالم هذا الطلب الإيراني هو من يصعد في الجنوب وهو من يخفض التوتر في الجنوب عوضا عن أن هناك أيضا عامل رد الفعل وعامل الرد على الرد أما أساسا أن جبهة الجنوب لم تفتح بعد 7 أكتوبر إلا بناء لطلب إيراني للضغط على إسرائيل ومن وراء إسرائيل لإشعار أمريكا بأن إيران تستطيع أن توسع الحرب في المنطقة وبالتالي على واشنطن وإدارتها أن تلجأ للتفاوض مع إيران حول مطالب هذا البلد وبالتالي أن كل ما يفعل في الجنوب ليس بأهداف فلسطينية وليس بأهداف تحرير القدس وليس بأهداف مساعدة ومساندة أهالي غزة إنما بالطلب الإيراني الذي يريد أن تأتي أمريكا إلى طاولة المفاوضات وأن تقدم له التنازل وراء التنازل هذا هو المطلب الأساسي وكل ما يجري في الجنوب هو بأجندة إيرانية وليس أبدا بأجندة لا فلسطينية ولا لتحرير فلسطين ولا لمساندة وإشغال الجيش الإسرائيلي إنما فقط من أجل إيران كيف يمكن لإيران أن تحقق هذه الأهداف وهي تخسر العنصر تلو الآخر في ذراع مهم بالنسبة لإيران وهو حزب الله لم تستلم إيران العدد لم تستلم عناصر حزب الله على العدد وبالتالي بالنظرية الإيرانية أن جميعهم مشاريع شهداء وليس أهم من قاصم سليماني وغيره من قادة الحرس السوري وبالتالي العنصر البشري لا يشكل أي عائق أمام إيران لتنفيذ مآربها بل العكس أن تعتبر إيران أن أي عنصر هو في سبيل الشهادة وبالتالي الغاية تبرر الوسيلة والغاية أهم من جميع هذه العناصر التي تسقط كل يوم في أرض الجنوب وفي جبل لبنان وفي عكا وفي بعلباك وفي شمال الهرمد وأيضا في سوريا وفي العراق وبالتالي أن العدد ليس مهم المهم هو لدى إيران ولدى حزب الله هو الغاية النهائية بالاعتراف بقدرتهم الإقليمية وبسياستهم وبردعهم وبقوتهم لفرض شروطهم في المنطقة شكرا جزيلا دكتور رئيف خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية كنت معنا من بيروت